السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في مدخل مبادئ علم الفيزياء الوحدة السادسة طبعا رمز المقرر 101 فيز اليوم إن شاء الله سنتناول أجزاء من هذه الوحدة هي المرونة الإجهاد الإنفعال وعملات المرونة وسابط القوة وقانون هك بالنسبة للمرونة طبعا المرونة هي خاصية هي خاصية الأجسامة التي لها القدرة على الرجوع إلى شكلها وأبعادها الأصلية بعد تشكيله أي معنى الكلام ده؟ يعني عدم بقاء الجسم على الشكل الذي تشكل به بعد زوال القوة المؤسرة ورجوعه إلى شكل أصلي يعني مرونة إذا أثرنا بأي مؤسر خارجي على جسم ونتج عن ذلك تغير في شكله أو أبعاده وبعد ذلك زال المؤسر الجسم إذا كان مرن بيعود مباشرة إلى شكله الأول وإذا عادها تماما إلى شكله الأول بنقول الجسم ده تام المرونة أما طبعا لو بقى أي تغير في شكل جسم يعني تغير بسيط بنقول والله الجسم ده يعني عديم المرونة وترجع خاصية المرونة إلى القوة الداخلية بين زرات المادة معروف أن المادة الوحدة البنائية لها الزرة العلاقة بين هذه الزرات هي قوة قوة بتربطها فيما بينها وبالتالي بتجعلها تمام بتجعلها متماسكة المرونة هي خاصية بتمتلكها بعض الأجسام عشان تعود إلى هيئتها وأشكالها الأصلية بعد زوال المؤثر لو خدنا مثال مثلا خدنا سلكين عشان نقرب من هذا المفهوم إلى أزهاننا لو خدنا سلكين أحدهم من الصلب والآخر من الألمونيوم والسلكين دول ملفوفين بالصورة حلوزونية على شكل زنبروك طبعا نلاحظ أنه تمدد وتشوه السلكين دولة لو جذبناهم بلطف ونلاحظ نحن بعد منسيبهم يعني نفلتهم أن السلك الفلازي يعود إلى وضعه وشكل الأصلين تمام؟ بينما يبقى السلك المصنوع من الألمونيوم على هيئة المشوهة مما يعني أن الصلب والفلاز يمتلك خاصية مرورة على أغسى الألمونيوم الذي لا يمتلكها والمرونة هي تحول قابل لنعكاس تحول قابل لنعكاس يعني الجذب يتغير النزيل المؤسر يرجع إلى بعاده الأصلية طبعا نحن عندنا أولا في الشكل الموضح أمامنا الشكل ده هو عبارة عن محور X في السترين اللي هو الانفعال وبعدين استرس اللي هو الإجهاد الاسترس الاسترين على المحور السيني استرس على المحور السادي بنجد أنه لكل ما زادت الإجهاد طبعا يمثل القوة كل ما زادت القوة هو بنجد أن هناك زيادة في الانفعال يعني فيه إجهاد يقابل وانفعال لغاية ما نصل لنقطة معينة هذه النقطة اسمها نقطة المرونة يعني هذا الخط ده اللي بالنقطة المرونة إلى نقطة الأصل اللي هو زيرو بندل إن جسم تام المرونة يعني بمجرد نحن نزيل مؤسر يعني نحن لو عملنا كده علاقة بينية بين الإجهاد والانفعال بين الاسترس والاسترين لغاية نقطة المرونة ثم بدأنا نشيل المؤسر بتاعنا تدريجيا نجد أن العلاقة بين الإجهاد والانفعال تأخذ نفس الشكل وبالتالي بنقولوني الجسم مرين هذه النقطة اسمها نقطة المرونة طب بعدها بعدها إذا زادت القوة بيحدث ما يعرف بالخضوع وبعد كده بيحدث انقضاع وبعد كده ممكن يحدث انقضاع اختناق وبعد كده انقضاع الخواص الميكانيكي للمواد طبعا أولا عندنا المواد الصلبة وهي الغير قابلة للتمدد مادة مرنة وهي المادة القابلة للتمدد مثل الزنبورف الاسطالة والعودة الوضع الاصلي بمجرد زوال المؤسر لكن في مادة المرونة الخاصية البلاستيكية وهي قابلة التشكيل وهي تعني عدم عود الجسم لعودة الوضع الاصلي اذا هنا عندنا ايه عندنا مواد صلبة ودي غير قابلة للتمدد مادة مرنة ودي قابلة للتمدد وفي مادة المرونة زي مين زي الزنبورف كده في الاستطالة خاصية البلاستيكية او الخاصية المواد القابلة للتشكيل وتعني عدم عودة الجسم الى وضع الاصلي طب اذا زاد الاستطالة الى حد معين ايه اللي بيحصل اولا المواد البلاستيكية المواد البلاستيكية اللي هي المواد اللي هي قابلة لت قابلة المواد للتشكيل اولا مواد قابلة للسحب يعني تاخد شكل الاسلاك وفي مواد قابلة للطرق زي مثلا تاخد شكل السفائح دي عبارة عن المواد البلاستيكية اللي هي مقدرة المواد عن مادة عنية الشكل في مواد ممكن تشكيلها في مواد لا يمكن تشكيلها طبعا هنا يبقى اذا دي المواد البلاستيكية ليها صفتين قابلية السحب وقابلية الطرق المواد القابلة الطرق هي مواد قاسية يعني عملية طرقها صعبة مثل الرصاص ولكن تمتاز بقدراتها على امتصاص قدر كبير جدا من الطاقة الرصاص ده قدرته على امتصاص الطاقة يعني المواد الكهر الأشعة الكهرومانسية أعلى ما يمكن وبالتالي البطانة المفاعلات النووية تصنع من الرصاص لأن هذه المواد أولا المواد طرقها صعب لكن قدرتها على امتصاص الطاقة قدر كبير القصف مواد غير قادرة على امتصاص الطاقة ولكن رغم مظهرها القاسي وتنكسر فجأة زي الزجاج الزجاج لا يمتصط طاقة لكن هذه المواد بتنكسر فجأة يعني بمجرد أنك تتؤثر عليه بمؤسر بيحصل نكسر إزاي نقيس المرونة أولا المرونة مهمة جدا عند المهندسين طبعا لأنهم بيعتمدوا عليها في تقدير تحمل المباني للأجسام الموضوع عليه ملعوزة الاهتباء منها حينحصل عليه على مرونة الأجسام الجامدة وهي تحت الشد أو ما يسمى بالمرونة الطولية لأننا عندنا كذا حاجة لو حصل تغير في الطول يعني أنا عندي مثلا لو فرضنا أنا عندي طول ده إلي نط أثرت على هذا السلك بقوة يا إما قوة قوة شد يا إما قوة ضغط يبدأ ضغط كده الضغط بيانش عنه انكماش لكن ده شد كده بيانش عنه استطالة حصل استطالة أهو آدي الطول الأصلي وحصل استطالة صغيرة كده مقدارها دلتا هنا في هذه الحالة اسمها مرونة طولية المرونة إيه؟ الطولية أو بمعامل يونج لكن لو عندينا مثلا شكل إذا كده مكعب والمكعب ده أثرنا عليه بقوة في هذا الاتجاه طبعا من أوجه أوجه المكعب جميعا بنأثر بقوة قوة ضغط في هذه الحالة بيحرص إنكماش حصل تغير في الحجم حصل تغير فيه في الحجم أو شد برضو كلهما تغير في الحجم يبقى اسمها مرونة حجمية لو أنا عندي سلك والسلك ده ثبتناه كده في هذه النقطة وأثرت عليه بقوة عملت التواء ده اسمها زاوية القص وفي هذه الحالة المعامل هنا اللي هو عبارة عن جهاد القص عن فعال القص بيسموه معامل المتانة معامل إيه؟ المتانة يبقى احنا بنركز على المرونة الطولية اللي هو إجهاد الطولي والإنفعاد الطولي هناخد بقى كده المرونة بتعرب به أولاً المرونة بتعرب إنها خاصية للأجسام تمكنها من استعادة وضعها الأصلي بعد زاوال القوة المؤسرة عليها والسؤال الآن إيه اللي بيحصل بعد زاوال القوة المؤسرة؟ أولاً بعد الأجسام تستعيد حالتها السابقة تماماً بعد زاوال القوة المؤسرة وبنقول عليها أجسام تامت المرونة أجسام إيه؟ يبقى دي عبارة عن اجسام مالها بمجرد انك انت ترفع المؤسر تزيل القوة المؤسرة الجسم يعود تماما الى حالة قصية بعض الاجسام تستعيد جزء من حالة السابقة بعد زوال المؤسر اسمه اجسام مرنة ولكن ليست تامة المرونة طبعا اجسام لا تستعيد شيئا من حالة السابقة ودي اسمها اجسام بلاستيك بلاستيك يعني عديمة المرونة يبقى في عندنا اجسام واحد واثنين دي اسمها الاستيك اجسام الاستيك اجسام مرنة لكن فيها نوعين جسم تام المرونة جسم مرن اجسام اجسام عديمة المرونة يعني لدينا وهذه الاجسام لا تستعيد لشكلها ولا حجمها ولا طولها الاصلي بمجرد زوال المؤسر دي اجسام لدينا بسموه اجسام بلاستيك هنتكلم عن الاجهات اول الاجهات هو قوة مؤسرة على واحدة مساحات قوة مؤسرة عموديا على وحدة مساحات ويكتب القاتل اف على ايه يعني نقدر نقول والله وحدة الاجهاد اه نيوتل لكل مثل مربع لان اف على ايه الاجهاد بيختلف الاجهاد بيختلف باختلاف نوع القوة المؤسرة وبالتالي زي ما قلنا هناك ثلاث انواع من الاجهاد اجهاد الشكل او الاجهاد العمودي ممكن يكون شدة ممكن يكون ضغط ده بس يجمع اجهاد العمودي وهو النسبة بين مركبة القوة العمودية على المقطع وبين مساحة المقطع ويكتب على قاتل اف ان على ايه? هيس اف ان هي المراكبة العمودية للقوة. ده اسمه اجهاد الشد. اجهاد المماسي اجهاد القص الذي قلنا بينسي عنه معامل متانة. وديه بالنسبة بين مراكبة القوة المماسية وبين مساحة المقضى. يعني قوة المماسية على المساحة. ودي عبارة عن هيس اف دي هالمركبة المسي للقوة. اجهاد الضغط. اجهاد حجمي. وفي هذه الحالة بتكون القوة المؤسرة بتعمل على ضغط الجسم او ممكن يكون شد الجسم. او التأثير على اطرافيه بقوة للداخل. ده اجهاد الشكل. ده اجهاد الشكل. ومعامل مرونة اسم معامل مرونة الشكل. الشكل اللي حنشوفه ده يوضح فكرة الاجهاد. لو اعتبرنا احنا ساق معدنية قضية بواقعة تحت تأثير قوتين متساويتين في المقدار. ومتدطين في الاتجاه. وخط عمليم على استقامة واحدة. وبالتالي بتاع الفورس اكستيرنال القوة الخارجية. تساوي ايه? تساوي زيرو. حصلت القوة بساوي زفر. يعني مدام حصل قوة هذا الساق في حالته في حالة التزان. ولكن اللي بيحدث ان هذا الساق بيستجيب للقوة المؤسرة وبيكون في حالة شد. في حالة شد. لو احنا ادرسنا المقدار ايه بداخل القديم مثلا. نجد ان جزئات على يسار المقدار تشد نحو اليسار بقوة لكي تعادل قوة تشد نحية اليمين. والجزئات التي تقع على اليمين المقدار تشد نحوه. ها? بقوة ناحية اليمين. عشان تعادل قوة تشد ناحية اليسار. احنا عندنا زي زرات وزرات بتتأثر او جزئات بتتأثر بهذه القوة. انا عندنا ادي قوة هاي. زي ما هو مرسوم. بنجد ان الجزئات التي على يسار المقدار هاي. تشد نحوه اليسار اهو. ليه? عشان تعادل القوة الشد ناحية اليمين. والجزئات التي تقع على اليمين هناو. تقع على اليمين المقدار وتشد نحوه بقوة ناحية اليمين. عشان تعادل القوة تشد ناحية اليسار. اذا اخذنا ايه مقدار اخر مقارنة نحسن نفس النتيجة اي ان القوة تتوزع بانتزام على الساق على طول الساق ومساحته. الجسم المرن لا يكون مرن على الاطلاق ولكن الى حد معين يسمى حد المرونة. وتكلمنا عنه. احنا ممكن الجزء بنجد انه لما يكون علاقة بين. احنا اخذناها اهي ادي العلاقة اهي. ده الانفعال. وده الاجهاد. بنجد انه الخط كده هو. الغاية هنا دي اسمها نقطة مرونة. المسار من 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 نقطة الوقت الاصل لغاية نقطة المرونة. الجسم هنا مرن. وبالتالي احنا لما نرفع الاسخال بتاعتنا يعني نقل الايهاد وصل الاخصى قيمة هنا. لو قلنا انها كده لغاية ما وصل لسفر. نجد ان الخط يرجع تاني على نفس المسار. وبالتالي عاملية اسم اعملية قابلة لانعكاس. قابلة ايه? لانعكاس. يبقى اذا الجسم المرن لا يبقى كده بيحصل بقى تشوهات. بيحصل بقى كده بعض التشوهات في الجسم. وبالتالي الجسم المرن لا يكون مرنة اطلاق مية في المية لا. لغاية ما يسمى لغاية حد معينة اسمها حد المرونة. لو تعدت القوى المؤسرة فان الجسم في هذه الحالة بيحتفظ بجزء من التغير التشوه الحادث به. طبعا يقولنا واحدة القياس الاجهاد. مدام اجهاد قوة على مساحة يبنيوتن لكل متى مربع طبعا في نظام الدولي الوحدات. طبعا لما وجد اجهاد فمعنى ذاك انه هناك تغير حادث في الجسم. الانفعال. زي ما قلنا ان الاجهاد هو قوة مؤسرة على واحدة المساحات. اف على ايه? الانفعال بقى هو استجابة. استجابة الجسم النسبية للاجهاد المؤثر عليه. يعني الانفعال بشكل العام هو التغير الحادث في الجسم عند التأثير عليه بقوة خارجية. السلام عليكم اشتركوا في القناة